اشتركوا في القناة في طاقات وإمكانات الشباب وهما يتضح جاليا من خلال المبادرات المقدمة لتمكين الشباب لأنهم عصبوا الأمة وثروتها الحقيقية يطلع شباب مملكة البحرين بدور كبير في تجديد روح المجتمع في مجالات القيادة والابتكار والمهارة كما تقع على عاتقهم آمال عريضة في الارتقاء بعديل المجالات كالتكنولوجيا والتعليم والسياسة والاقتصاد ولطالما كان الاهتمام بقطاع الشباب في مملكة البحرين أولوية مهمة تجلى ذلك في إيمان حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بقدرة الشباب على قيادة دولهم والعالم نحو مستقبل مشترك أفضل يسوده السلام والازدهار للجميع وذلك على النحو المتصور في الخطة الأكثر طموحا لتحويل عالمنا نحو مستقبل أفضل وهي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كما سعت الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاهدة إلى تعزيز مبدأ خدمة الشباب البحريني في مختلف المنتديات كونهم إحدى الركائز الأساسية في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر مختلف المبادرات قرار تشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص الذي أصدره سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب يأتي في وقت دقيق جدا تلبية لضروريات المرحلة الحالية التي تستوجب الدفع بالكفاءات الوطنية الشابة للحصول على فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وتمنحهم فرص التقدم الوظيفي بشكل أسرع من المعتاد تشكيل لجنة تمكين الشباب جاء استكمالا للجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في تمكين الشباب البحريني عبر رعاية سموه لمبادرات نوعية واستراتيجيات متميزة ساهمت في الاستثمار بمهاراتهم وهممهم تضع اللجنة أمامها عددا من الأهداف الساعية إلى تحقيقها أهمها متابعة عملية تمكين الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص والبحث في فرص التدريب والابتعاث والترقي الوظيفي للشباب بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم والتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص لإنشاء اللجان المعنية بتمكين الشباب فضلا عن تحقيق تطلعات الشباب والاستماع لآرائهم وأفكارهم وفق الأطر القانونية الصحيحة وتقييم وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة في مجال تمكين الشباب